ايه تاني من الاشارات اللي بتقول للشخص اللي انت فقدت مية او فقدت عضلات مش دهون ايه الحاجات اللي ممكن تبان تاني على الجسم الشيء بتاعت التراهل لو الجسم فيه تراهلات يبقى انا كده فقدت جزء كبير او يعني ما كيكون فيه تراهلات مثلا في منطقة البطن في زيادة وفي نفس الوقت الوش شاحب مثلا مخطوف زي ما بنقول كده بالزبط هتلاقيه حتى في كل الجسم يعني هتلاقي مثلا حتى الدرعاب بتاعته خست قوي قوي بس بتراهل مش خسان عادي ده بسبب ان هو فقد جزء كبير او من عضلات بتاعته بحس دايما ان الجسم زي الكوباية بيتملي من تحت لفوق يعني بنبتدي دايما من منطقة الارداف والجناب وبيخس من فوق لذي لما نيجي مفضيه كده بيخس من فوق لتحت برضه فيه اماكن بيبقى فيها تجمع الدهون اصعب على حسب العداب بتاعتي يعني الموضوع معتمد على العداب بتاعتي والعامل الوراثي كمان انا العيلة بتاع تاريخي العيلة بتاعتي بشكل جسمه عامل ازاي اه وبيعتمد كمان على انا بمارس رياضة ولا لا كل ده بيفرق طب بس لا يا ربنا خلقنا الدهون عندنا والعضلات بتوزع بشكل منطقي وبشكل مزبوط ومتساوي في الجسم كل ملهاش علاقة نعم ملهاش علاقة طب طيب خلينا نشوف بقى نظام الاكل نعمل ايه في الاكل في الصيف انا لو احنا عايزين نخسر دهون ولا بنتكلم على لايف لايف ستايل عادي لا لا عايزين نخسر دهون احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نبقى عارفين مصادر الطاقة بتاعتنا ايه في اليوم انا محتاجة ان انا يبقى زود بروتين بتاعي الدهون تكون مصادر دهون صحية زي السامنة البلدي بتاعتنا زيد زدهون الكلام ده بلاش الزويت المهدرجة لان فيها سعرات عالية اوية وهي كمان مضرة حاضر النشويات ان انا اخد نشويات معقدة عشان نشويات معقدة يعني هتقعد في الجسم اكتر فبالتالي هتحفصني بالشبع اكتر النوم بتاعي من الحاجات برضو اللي محتاجة ان ازبطها يعني ما ينفعش بقى مزبط اكلي قوي والرياضة ومبوز النوم بتاعي عشان الهرمونات لما بتطلق بطف الجسم بسبب النوم هتخزن عندي دهون انا طبعا الكلام مؤثر فيكو قوي ايه النظام الغذائي اللي قدر اتبعه مقدرش اقول نظام غذائي يناسب الناس كلها لكن اقدر اقول ان كل واحد على حسب ظروفه لناسبك مش هينسب غيرك لكن انا عموما كل وجبة بتاعتي يكون فيها دهون ونشويات وبروتين تمام تمام ولازم اخلي فاصل ما بين عندي ثلاثة اوبشن يا اخلي فاصل ما بين ده الناس اللي عايز تفقد وزن يا اخلي فاصل ما بين الوجبات من ثلاثة لخمس ساعات الابشن التاني ان انا اعمل نظام الصيام المتقطع ده من اكتر الانظمة المفيدة للناس ان انا بصوم من 12 ل 16 ساعة في اليوم والنظام الثالث الصيام العكسي خلينا نربط الموضوع اكتر بكونك مدربة للياقة انا دلوقتي لو رايح الجيم مثلا او هتمرن او او مفروض اكل ايه قبلها ما كلش ايه بعدها التفاصيل لي انا باعتمد على السعرات الحراية على مدار اليوم لكن احنا دايما بنقول للناس ان احنا قبل التمرين ناخد حاجات فيها نشويات عشان تدينا طاقة زي مثلا البطاطة الموز الكلام دايما بقول اخد موزة وقهوة لو تسمعوا الموضوع ده اه طبعا وبعد التمرين يفضل ان انا اخد بروتين انا شفت مرة كنت في النادي وشفت واحد بيأكل طبق مكرونة كبير او قبل التمرين انا استواربت الصراحة ينفع؟ ممكن دايس هل اه بس لا هو ضمن السعرات بتاعته لو ده ضمن السعرات بتاعته بتتحسب يعني؟ طبعا المفروض يعني مش حد يؤدي يحسب صعرات الحرارية وحجالي صحة يا سهل الموضوع بسيط ودلوقتي الابليكيشنز اللي بقيت موجودة على الموبايل ممكن سهلت او الموضوع ده اشتركوا في القناة